أروح بيك للإسلام اللي حذر من التشاؤم وحذر من التطير كما أورد بذلك الإمام الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاث مرات النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم خلي بالك وما منا إلا ولكن يذهبه الله يعني وما منا إلا يعني ما فيش إنسان مننا إلا لازم يقع في نفسه أمر من الأمور دي لكن لو عنده يقين يدرك اللي ربنا قاله في القرآن الكريم ربنا قال إيه في القرآن الكريم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضل فالله هو الضار النافع والعاقل لا يفتح على نفسه باب التعلق بغير الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأن أنت وانت بتصلي بتقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستغين أي نطلب منك المعونة ونطلب منك العون وربنا في القرآن يقول إيه؟ لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاعبده وتوكل عليه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم عليه توكلت وإليه أنيب يبقى أن تسلم الأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى لكن إياك أن تتشاؤم من شيء وإياك أن تخاف من شيء فكل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وصدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لا عدوة ولا طيرة ولا هامة ولا صفر إيه بقى؟ التلاتة دول أو الأربعة دول الهامة اعتقاد العرب أن عضم الميت وروحه بتهم مرة تانية وتطير وتجلب الشر طب إما إيه؟ إيه قضية الصفر دي ولا صفر دي؟ إيه قضيتها؟ ألو قضية أن أهل الجاهلية من العرب كانوا بيعتقدون أن شهر الصفر لا يأتي لهم بخير وإنما يقولون عنه شهر الدواهي وشهر المصائب وشهر الشعور طب يترى النبي صلى الله عليه وسلم بعد آيات القرآن دي عالج الأمر ده إزاي؟ ويطرى فعلا في حاجة اسمها عتبة رزق وعتبة فقرية زي ما الناس بتقولوا أو عتبة تشاؤم أو عتبة نحسة أو عتبة مزمومة سميها ما تشاء كل ده القرآن الكريم بيعالج هذه القضية وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عليها